السلام عليكم أيها الشعب السعودي الكريم والشريف وبارك الله بالثورة السعودية الكبرى كما سمعتم الآن التحقيقات والتسجيلات ظهرت بأن العميد صالح أو صلاح الطبيقي وهو من المقربين من محمد بن سلمان قطع جسم جمال الخاشقجي في القنصلية وهو ضيف في القنصلية مواطن وضيف في القنصلية يجب القنصلية أن تخدمه وتحميه وترعى مصالحه القنصلية السعودية يجب أن ترعى مصالح السعوديين وتخدمهم وتكون خدم لهم ولكن عوضا عن ذلك ضربوه وعذبوه وقطعوا جسمانه والذي قطعه طلب من أصدقائه أن يضع له موسيقى يريد أن يقطعه ويسمع أنغام الموسيقى طيب على فكرة ما من أنطيل عليكم بدون لفه دوران نحن لا نثق بعد الآن لا بأهل سعود ولا بمحمد بن سلمان ونريد حماية الحرمين الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف ونريد قوات دولية باكستانية سودانية تركية تحمي الحجاج والمعتمرين في مكة وفي المدينة المنورة لا نثق أبدا لا بالجيش السعودي ولا بالشرطة السعودية ولا بالمخابرات السعودية ولا كل هذا الكلام الفارغ كل شيء له علاقة بأهل سعود لا نثق به وإذا كنت أنتم جيران الكعبة المشرفة وجيران المسجد النبوي وتدعون حماية الحرمين وتقطعون مواطنيكم في الخارج في القنصلية وعند حماية يعني دولة مسلمة تركية وتوجعون رأسها وتضعوها في مشاكل مع الناتو وفي مشاكل مع شعبها فأنتم يعني لا تخفون الله ونتهمكم بدينكم يعني سجنتم العلماء ومن كبار علماء هذه ما شاء الله الشيخ رقية وغيره وسفر الحوالي والتاني والتالت وسلمان العودة وصلاح المنجد وغيرهم وغيرهم وكثير والصحفيين وغيرهم وحتى هذا الليبرالي الذي تعتبروه أنه مصلح مثل هذا المجرم محمد بن سلمان ويتكلم رجل يتكلم في الدموقراطية لا يتكلم بأي شيء رجل الليبرالي يتكلم في الدموقراطية وليس له علاقة بالأخوان المسلمين وليس له علاقة بأي جهة دينية فتعاملون هذه المعاملة السيئة وتقطعوه وتريدوا أن تستعمل عنغام الموسيقى وساهمتم بنشر الإلحاد 7 إلى 9% من الآن الشعب السعودي يلجأ إلى الإلحاد من كثرة الضياع ومن كثرة الضغط ومن كثرة النفاق والزندقة والباطنية التي تحصل من آل سعود ومخابراتهم وأجهزتهم فيعني كيف تتوقعون أننا نثق بكم يعني كيف نثق بأنكم تحمل المعتمرين والحجاج مليونين معتمر ومليونين حاج من يضمن لنا أنكم لا تسرقوا أموالهم وأنكم لا تقطعوهم وأنكم لا تبيعوا قطاعهم وتبيعوا أكبادهم وتبيعوا كلاويهم وتبيعوا قلوبهم لمستشفيات في العالم لروسيا لأمريكا للإسرائيليين وإي منطقة في العالم وحتى الإيرانيين من يضمن ذلك من يحمل المعتمرين والحجاج خلاص نحن لن نثق بكم ما دام أل سعود في الحكم وخاصة ابن سلمان لا نقبل بحمايتكم ولا نقبل بنظامكم يجب أن نجلب قوات تركية وباكستانية وسودانية هي تحمي الحجاج والمعتمرين في شهر رمضان وفي شهر ذو الحجة وفي أوقات أخرى زفية وخاصة في الأشهر الحرم يعني في شهر محرم قتلتم الخاشقجي في شهر محرم وهو ضيف في السفارة في القنصلية وقطعتوه وأردتم أن تسمعوا الموسيقى عندما تقطعتم جسده وجسمانه يعني عجيب سخرتم طيارتين وسخرتم شو اسمه دبلوماسيين وطردتم الموظفين الأتراك من السفارة وغيرتوا كل هذه الأمور وتقولون أن مجموعة مارقة وتجيبون ترامب تدفعوا لي فلوس تقولي يقول مجموعة مارقة يعني أي وقاحة وأي قلة أداب وأي عداوة للإسلام أكثر من هيك في يعني كيف أحد يتصور لا موشي ديان ولا قل دمائير ولا شارون قطع عداؤه شارون لما عمل مجرد صبر الشاتيلة مع الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية لم يقطع ولا إنسان فقط نباحهم بالسكاكين قتلوهم ورشوا عليهم مرصاص وهذه وكانوا سكرانين وكانوا تحت تأثير مخدرات وكان في حرب وعداوة وكذا يعني هذا أسوأ رجل إسرائيلي أريل شارون وقتلهم في أراضيهم وهو يحاربهم كان ثلاثة شهر في صيف 1982 1982 ولم يقتلهمه بنفسه الإسرائيليين بل جلب أعداؤهم الكتائب والقوات اللبنانية وكانوا هؤلاء يعني في حرب سنوات طويلة يعني مع الفلسطينيين فالمهم لا موشي دايان ولا قولدا مئير ولا أريل شارون ولا مناحن بيغن ولا أي من هؤلاء المجرمين الصهاينة ولا أسحاق رابيين يعني ولا أحد من هؤلاء قطع الجند السوري أو الجند المصري في الحروب ولا الفلسطينيين نعم قتلوهم في مجازر دير ياسين وأخرجوا وخوفوا الناس وقالوا أطلعوا أطلعوا فرصة يطلعوا أما أنتم لم تسمحوا للخاشقجة أن يخرج من السفارة فأنتم تحاربون المسلمين أكثر ما يحاربون الصهاينة المسلمين يفعلون كما يفعل الباطنيين القدامة القرامة وغيرهم 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 يعني أيها الشعب السعودي يجب أن تقبلوا مننا بأن لا نثق بالسعود ولا نثق بجيشهم ولا حراسهم ولا شرطتهم بأن يحموا الحجاج وبأن يحموا المعتمرين نريد أن تتدخل قوة دولية زي تركيا وزي الباكستان وزي السودان ويجلبوا بعض موظفيهم وعناصرهم ويشاركوكم في حماية الحجاج والمعتمرين تقولون هذه بلادكم ما بلادكم ماشي هذه يعني نناقش فيها بقية السعودية كيف هذا أما الحرمين منطقة مكة والمدينة وهذه الأماكن لن نقبل ولا نريد أن نقبل بأن أنتم تتولوا حماية المسلمين خلاص لقد أثبتتم أنه ليس ما عندكم جدارة يعني منذ اختطاف ناصر السعيد ورميه من الطائرة ومنذ اختطاف واحد تاني من بلد آخر وآخر ومن أوروبا وكذا واختطافكم لأمراء سعوديين أمراء السعود وترموهم من الطائرة وتقتلوهم وكذا كيف نأمن على الحجاج والمعتمرين لا والأجمل من هيك تستعملون خادم الحرمين لقب خادم الحرمين وهو نفسه خادم الحرمين وأبنه يقتلون المواطنون السعودين ويقطعوهم في السفارة وفي القنصلية السعودية الدبلوماسية وفي بلد آخر يعني أنتم ضيوف عند الأتراك وهو ضيف في السفارة السعودية وهو مواطن سعودي وكانوا يساعد السعود وقطعوه وغدروا به وخالب بن سلمان قال لي رح للسفارة السعودية في تركيا وأنت بأمان ويجددوا لك ويزبطوا لك الأوراق ويعطوك الوثيقة للزواج أو كذا التي تطلبها يعني مع الأسف أنتم لا لا تدرون يعني ولا تفكرون ولا تتدبرون الورطة الكبيرة التي وقعتم بها يا السعود وقعتم بها الجيش السعودي والشرطة والمخابرات السعودية خلاص لا ثقة بعد اليوم لا ثقة بعد اليوم بأي إنسان له علاقة ببن سلمان وجهاز المخابرات السعودي والجهاز الدبلوماسي السعودي والجهاز العسكري السعودي وغير ذلك فنحن سنتهمكم يعني أنتم تقطعون اليمن اليمنيين وتقطعون يعني القطريين وتقطعون كل إنسان وفي السجون عندكم أنتم تقطعون العلماء يعني نتهمكم نحن حتى تصور كل العلماء والمسجونين في السعودية أنهم بجسمهم الكامل وليسوا مقطعين فرحلنا نتهمكم وأنتم مجرمون حتى تورجون العكس أو تبدوا لنا العكس ونطمئننا أن الناس في المسجين لا تقطع يالله السلام عليكم ورحمة الله وبرك الله بالثورة السعودية الكبرى وحفظ الله الشعب السعودي الشريف ونسأل الله أن يحمي السعوديين من عصابات السعود وخاصة عصابات محمد بن سلمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته